بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نتعرف على ما يسمى باللوجيكل اكسبرشن الوجيكل اكسبرشن أو التعبير المنطقي أو الوجيكل اكسبرشن طيب ما هو التعبير المنطقي طبعا إذا تذكرون في درس سابق أعطينا التعريف التالي للتعبير وقلنا أنه التعبير هو خليط من القيم والمتغيرات والعوامل والوظائف يمكن حساب قيمته حسب أولوية العوامل أو نستطيع نسوي له بناء على الأولوية أو نستطيع أن نقول اللوجيكل اكسبرشن هو عبارة عن القيمة القيمة يعطينا نصصية 致قت كبه قيمة يعطينا إما يعطينا true أو يعطينا false طيب زي ما قلنا سابقاً logical expression أهميته هو أنه يستخدم في condition أو الشرط في ال-F statement خلو نشوف مثال سريع على F statement عشان نشوف logical expression المستخدم في ال-F statement أفرض أنه جاك سؤال يقول لك أكتب برنامج يقوم بطباعة فيما إذا كان يعرف متغير X ثم بعد ذلك على حسب قيمة المتغير X يقوم بطباعة odd أو even odd أو even زي ما قاله زوجي أو فاردي على حسب قيمة المتغير X طيب كيف نعرف أن العدد زوجي أو فاردي في اختبار بسيط جداً باقي القسمة إذا كان باقي القسمة على 2 يساوي 0 فإن العدد زوجي إذا كان باقي القسمة على 2 لا يساوي الصفر فإن العدد فردي مثلاً 4 باقي قسمتها على 2 يساوي صفر فإذاً 4 عدد زوجي بينما مثلاً الثلاثة باقي قسمتها على 2 يساوي 1 فإذاً الثلاثة عدد فردي كيف نكتب البرنامج هذا؟ خلو نكتب برنامج بشكل سريع ما رح نكتب بالتفصيل يعني لكن خلو نكتبه بشكل سريع نقول الكود حق البرنامج كالتالي مثلاً متغير X int X gets عدد معين تختاره مثلاً 6 6 بعد ذلك نقول F X MUD 2 يساوي 0 مضبوط system طبعاً رح اختصرها .out.println ما رح اكتبه برنامج كامل even else طبعاً تپاصل منقوطة else system .out.println.odd وين الـ Logical Expression هنا؟ قلنا أنه الـ Condition حق الـ F Statement هو الـ Logical Expression طبعاً لما قلنا الـ Logical Expression تكون قيمة دائماً إما True أو False مش نقصد بالشي هذا؟ طب واضح جداً هنا أنه الشرط حق الـ F Statement إما أنه يتحقق أو لا يتحقق عندنا قيمتين إما أن الشرط يتحقق أو لا يتحقق تقدر تقول أنه إذا الـ Logical Expression قيمته True إذا كان الـ X باقي قسمته على 2 يسوي 0 فمعنى أن الشرط تحقق معناته أنه العدد زوجي فنطبع زوجي إذا كانت قيمته False إذا كانت باقي قسمة العدد مثلاً زيه الثلاثة باقي قسمته على 2 لا تسوي 0 إذا الشرط هذا لم يتحقق معناته أنه قيمة False قيمة Logical Expression هذا False إذا نستطيع أن نقول أنه إذا قيمة يعني نقدر نجيبها من الجهة الثانية نقول إذا Logical Expression قيمته True إذا كانت قيمته True فإن الـ Condition يتحقق أما إذا كانت قيمته False فإن الـ Condition غير نقول إن الـ Condition لم يتحقق إذا Logical Expression دائماً له أحد القيمتين True أو False مثال آخر مثلاً لو قلت لك مثلاً البرنامج حق الدرجات مثلاً واحدة من الـ If Statement اللي فيه كانت If اللي اطبعنا الدرجة If Mark اللي هي الدرجة أكبر من أو تساوي أكبر من أو تساوي سبعين and and Mark أصغر من أصغر من أو تساوي ثمانين يعني معنى أنه بين السبعين والثمانين في هذه الحالة نقول إنه Grade gets C تتذكرون من المثال اللي شفناه في الدرجة السابق If Mark أكبر من أو تساوي سبعين and Mark أصغر من أو تساوي ثمانين عفواً بدون تساويين أصغر من ثمانين فإن الـ Grade C مزين هنا الجزء هذا الجزء هذا زي ما قلنا هنا الجزء هذا هو عبارة عن Logical Expression مزين لاحظ أنه لو سألتك متى رح يطبع البرنامج C تقولي والله لو كانت الدرجة أكبر من أو تساوي سبعين والدرجة أصغر من ثمانين مزين لو قلت لك تتبع البرنامج تساوي ترايسنج للبرنامج مزين المدخلة هي خمسة وسبعين مزين واحد تقول لي هل الخمسة وسبعين أكبر من أو تساوي السبعين نعم صحيح true إذا هذا الجزء true مزين وهل الدرجة أصغر من الثمانين نعم صحيح إذا هذا الجزء true مزين إذا true and true هذا يخذناها في رياضيات ومعروفة يعطينا true مزين إذا logical expression هذا true قيمته true إذا نتحقق الشرط أرجو أن يكون كلام واضح خلنا نجرب قيمة ثانية مثلا لو قلت لك القيمة واحد ثمانين مزين هل الواحد ثمانين أكبر من أو ساوي السبعين نعم true هذه قيمة true صحيح فعلا هي أكبر من بعدين تسأل نفسك هل الواحد ثمانين أصغر من الثمانين لا إذا هذه false مزين خاطئ يعني خاطئ مو بصحيح أنه الواحد ثمانين أصغر من الثمانين فإذا true and false معروف أن يعطينا false مزين أرجو أنك تركز مرة ثانية في معنى أنا حاولت أجي مثال بحيث أن يكون مفهوم لك معنى هذا يقول لك إذا درجة الطالب أكبر من نوة تسأل سبعين ودرجة الطالب أصغر من ثمانين إذا الـ grade حقه C زين أو جيد مضبوط أو نفسه الكلام اللي حنا جايسين نقوله بس حنا جايسين نتكلم كيف الكمبيوتر زين كيف الكمبيوتر يعني كيف نستطيع بلغة الكمبيوتر اللي هي اللغة المنطق زين أن نقول الكلام هذا فنقول أنه الكمبيوتر عنده logical expression مضبوط والـ logical expression هذا إما أن تكون قيمته true أو false إذا كانت قيمته true فمعناته أن الشرط تحقق إذا كانت قيمته false معناته أن الشرط لم يتحقق مضبوط طيب أرجو أن يكون واضح الآن فكرة logical expression ومعنى الكلام إنه logical expression دائما قيمته من نوع boolean إما تكون true أو تكون false السؤال التالي هو بمعنى expression وشال values اللي ممكن تدخل فيه وشال operators اللي ممكن تكون موجودة في logical expression وكيف نسوي evaluation للـ logical expression نشوف هذا إن شاء الله في الدرس القادر